بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله معك جهاز ايفون XS 11 11 11 Pro 12 13 14 15 16 اي نوع ايباد ايباد برو 20 24 22 23 اي جهاز عندك ايش مكان نوع اصداره 26.0 26.0.1 كلها بامكانك الان تسوي لها تخطي مع عدم تشغيل الشريحة لكن خلي في بالك ممكن احد يكتب لي انه انت جيت متأخر لا انا ماني جاي متأخر لكن خدمة المجانية كانت بطيئة جدا يعني البيانات متسجلة وكل شي متسجل لكن الجهاز يجلس يوم ويومين وثلاث مكتوب عليها ساكسس انه متسجل في الموقع لكن ما بامكانه نعمل تخطي اي ريموف البرو والايريموف تولز والاس ام دي وحفز وجميع البرامج اللي نزلت كانت مجانية الان وقف موضوع المجاني وحاولت اني انا اصور مع المجاني لكن ما قدرت صحيح انه انا جاي متأخر لكن العطل مو مني اليوم انا حسوي تخطي الى ايفون 11 اصداره 26.0.1 طبعا لازم نسجل الجهاز في السيربر حتتتبع الخطوات اللي موجودة في الفيديو وحترك رابط البرنامج في اسفل الفيديو لازم توصل الجهاز على البرنامج وتتأكد انه مكتوب مثل ما هنشوف مكتوب عندك انه الجهاز مدعوم في حال كان الجهاز مدعوم هتاخذ السيريال نمبر ترسيلي السيريال نمبر سجله في الموقع طبعا بمقابل سجل السيريال نمبر بمقابل وتكمل الخطوات زي ما هي موجودة في الفيديو كمان خلي بالك لازم تكون انت شابك واي فاي للبرنامج البرنامج ما يكتب لك انه اشبك واي فاي لكن لازم تشبك واي فاي للبرنامج هتعد خمس ست سبع خطوات هيسويها الجهاز اللاب تو او الكمبيوتر من حاله ما تسوي ولا اي شي ولا تسوي جيل بريك ولا تعمل ولا اي شي بس توصل الجهاز وتنتظر لين ما ينتهي وبهالحالة هاي هيعمل تخطي لكن بدون تشغيل الشريحة فيه برامج كثيرة اخرى لكن كل يوم كل يومين ينزل برنامج جديد وينزل دعم جديد لا اداء الاداء اللي هشتغل عليها اللي هي ال HFZ هنشوف خطوات اول شي التشيك على الجهاز هنشغل البرنامج سواء في اليمين تشغيل كمسؤول او ضغطتين ونروح على نصبر على الجهاز اللي يقرأوا في الكامل ونحفظ السري النمبر اللي هيطلع معي لانه هنشوفه في نهاية الفيديو في جميع الشغل هذو السري النمبر اللي انا اطلبه لشان اسجله فيه الموقع هنعمل اكتف ولازم تظهر رسالة انه الجهاز مدعوم او غير مدعوم واذا كتب لي سوري فاذا ما هو مدعوم كتب لي الان انه هو مدعوم هرفع السري النمبر تبع الجهاز على الموقع على السيرفر ونكمل مع بعض شيكنا على الجهاز مثل ما شفنا مع بعض وصلنا الجهاز كتب لي انه الجهاز مدعوم بحال حصلت الرسالة اللي شفناها مع بعض انه الجهاز مدعوم هترسلي السري النمبر على اي وسيلة التواصل موجودة في اسفل الفيديو هتسجلك السري النمبر وحتكمل الخطوات زي ما هكملها انا الان طبعا لازم نكون شافكين واي فاي للجهاز وبعدين نفتح الاداة وبعدين نفتح الاداة امنى نفصل ال جهاز تمام ونعمل active تقريبا ستة او سبع مرات بعدين يفتح ان شاء الله تمام المرحلة الثانية ننتظر لين ما ينتهي من جميع المراحل بس لازم اهم شي مثل ما ذكرت لازم يكون الجهاز متوصل على الواي فاي خلي يخلص كل المراحل اشتركوا في القناة طبعا هاي المرحلة الاخيرة اللي هي مكتوب عليها with device waiting for USB connection with device final stage الآن الجهاز حيطفه يشتغل اخر مرة للمرحلة الاخيرة اللي هي المرحلة السابعة اللي هي مكتوب عليها اشتركوا في القناة لازم الآن تظهر رسالة انه congratulations activate successfully او انه تم التفعيل او انه اشتغل الجهاز بهذا المعنى حننتظر الجهاز لازم ما نفصل ما نسوي شي في الجهاز لغاية ما تطلع رسالة انه تم التفعيل يعني خلص ما بإمكانه يعمل فورمات ولا بإمكانه يعمل اي شي على الجهاز خلص بإمكانه يعمل تحديث لكن ما بإمكانه يعمل فورمات للجهاز الجهاز رسالة في اخر الترسيت الآن سيفتح بدون الاي كلاود طبعا بإمكانه نحط اي ايميل ثاني وبإمكانه نعمل نزل برامج ونشتغل على الجهاز فقط واي فاي ما تشتغل معنا الشريحة تمام هذا هو الجهاز فاتح وشابك واي فاي وأموره في السليم هذا هو مشبوك عندي أنا في الأعلى واي فاي ونفس الجهاز هذا هو نفس السليل نمبر طبعا ما هتشتغل معنا الشريحة تم والله الحمد تخطي اي كلاود ايفون 11 مثل ما ذكرت بإمكانه نعمل 11 12 13 14 أي نوع جهاز والإصدار اللي شوفناه 26.0.1 يعني last update يعني آخر update بإمكانك تنزل ايميل بإمكانك تنزل برامج بإمكانك تنزل الألعاب بإمكانك تشتغل اللي تشتغلوا على الجهاز لكن بدون شريحة فقط واي فاي تمنى يكون فيديو مفيد وسريع وتحياتي للجميع أنا أخوكم أسهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا